مونة قالك الزمالك بتظلم انت مع هذين مقولة الزمالك بتظلم والاهلي بتظلم والمقولين بتظلم وفيوتشار بتظلم الكورة ما هي فيها اخطاء وخلي بالك الفرده يعني ربنا يسامحه جابه ووصلنا حلوة الكورة وحلوة المتعة بتاعة الكورة ان انت يبقى فيه خطأ وحكم اخطأ فيعدي شايف ان الزمالك بتظلم اكتر شوية لا كمون شايف ان الزمالك بتظلم اكتر شوية بيتظلم بس هم معلقين الشماعة دي طول حياتهم يعني مش معقولة النادي الاهلي في بعض الاحيان اه بيبقى طول حياتهم ايه انت ابتدت في الزمالك طيب انا ما قولتش حاجة اه ماشي انا عشان كنت جوا في نادي الزمالك انا بقولك فيه شماعة موجودة ان هم مظلومين من التحكيم من اول ما النادي النادي الاهلي انشت طيب ما انت اللي بتقول با عكس كلامك ما انت بتقول اه زمالك بتظلم بتظلم اه بس هم خلاص خدوها بتظلم بعض الاوقات بعض الاوقات يبقى من حقك ان انت يبقى ليك داربي الجزاء كرة افساية ما تحسبتش زي ما امرة بيتكلم انا بكتفي معاوة النادي الاهلي برضو بتظلم كل انا دي بتظلم لكن انا كمنظومة نادي الزمالك نادي كبير ما ينفعش افضل السنين دي كلها بلعب لشماعة الحكام الاتحاد الكرة ظلمني الحكام ضرب الجزاء العقوبات العقوبات الكلام ده اللوايح وقوانين لا اه تمفين شغلي في الملعب يعني انا مطش انبارح ده خمستاشر لعيب ستاشر لعيب من اللي موجوني في معاوة انا لو مدرب امشيهم السنة الجاية انا كده ظلم نفسي في اختياراتي للعيب خمستاشر ستاشر لعيب من ايه من نادي الزمالك دول الناس تمانهم مليار جنيه اختياري خطأ ما ده ظلم برضو انا كده ظلمت نفسي طب وميني حاسب على الفاتورة دي في توفيق وعدم توفيق في فاتورة حضرتك اه طبعا مليار جنيه ميني حاسب على الفاتورة دي ما انت تيجي تحاسب تشوف مين اللي جاب اللعيبة وفي لعيبة ما حصلهاش توفيق في نادي الزمالك لازم تمشي ما مش شرط ان انت تجيب لعيبة عشرين لعيب او خمسشار لعيب ممكن يكون كلهم كويسين ممكن خمسة يقع منك وعشرة كويسين لكن بالشكل ده بالترقمات اللي موجودة في نادي الزمالك انت كده بتظلم نفسك سؤال زي اللي حضرتك قلتولي قلتلي الزمالك مظلوم دي حاجة من ضمن الظلم اللي موجودة نادي الزمالك انت بتظلم نفسك في الصفقات اللي بتجيبها ما بتعرفش تحقق بطولة وبقالك كم سنة ماخدش افريقيا من 2015